اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة ورح نحكي فيها اليوم على شركة بتتخصص في مجال الفضاء والسبب بانه ايلون ماسك وهو حاليا اغنى رجل في العالم رح يصير اول تريليونير في تاريخ العالم بسبب استثماراته في شركة سبيس اكس الامريكية الرائدة في مجال الفضاء واذا كان ايلون ماسك رح يصير اول تريليونير في العالم فهذا معناته انه حجم الاستثمارات في المجال الفضاء رح يكون كتير كبير في المستقبل وعشان هيك رح نحكي اليوم مو على شركة سبيس اكس كونها مو مدرجة في بورصة الاسهم ولكن رح نحكي على تاني منافس لشركة سبيس اكس واللي هي شركة روكيت لاب روكيت لاب هي شركة امريكية نيوزيلندية اسسها المؤسس والسي او الحالي بيتر بيك بسنة ال2006 الشركة بتتخصص في مجالات الفضاء في اطلاق الصواريخ الفضائية وفي تقديم الخدمات الفضائية مثل انتاج الساتيليتات للكستمرز تبعونها اهم الصواريخ اللي بتملكها الشركة هي صاروخ اللكترون واللي هو الرائد في مجال الصواريخ الصغيرة الحجم بقدر يحمل حمولة وزنة حواري 500 كيلو جرام لمدار الارض السفلي او للفضاء الصاروخ طبعا ريوزبل لدرجة منه والشركة عم بتطور طريقة استعادة المرحلة الاولى من الصاروخ اما تاني صواريخ الشركة فهو صاروخ نيوترون وهو صاروخ متوسط الحجم رح يدخل في الخدمة في سنة ال2024 ورح يكون اول منافس حقيقي لفالكون 9 من شركة سبيس اكس حمولته بتزيد على 8 طن وهو ريوزبل بشكل كامل وممكن حتى ينقل رواد فضاء للفضاء ويرجعهم على الارض تارت منتجات الشركة هي فوتون وفوتون الشركة بتسميه بانه باس كهربائي هو في الحقيقة صاروخ وساتلايت صغير وزنه حوالي 170 كيلو جرام او وزن حمولته الشركة بتستهدف انها تستخدمه في رحلاتها الفضائية مع ناسا لاكتشاف المريخ في سنة ال2024 اما رابع منتجات الشركة فهي تصميم وتصنيع الاقمار الصناعية او الساتلايتس للمستخدمين تابعونها وهذه اعلى مجالات الشركة ربحية بالانتقال لاراء المحللين في تيب رانكس منلاحظ ان في سبع محللين بتابعوا الشركة ستة اعتبروها باي واحد اعتبرها هولد معدل سعر الشركة المتوقع انها توصله خلال 12 شهر هو 18.8 دولار وهذا اعلى بحوالي 140% من سعر السهم الحالي اما الرينج المتوقع بين المحللين فهو بين 11 ل28 دولار امريكي وبنانتقال الاسيكينج الفة منلاحظ بينه الكوانت منعطي سيل ريتنج على السهم اما المحللين فمنعطيين باي ريتنج للسهم وهذا بياخدنا للتحليل الاساسي بحيث كانت ارادات الشركة في سنة ال2021 62 مليون دولار ونتج عنها خسارة صافية للشركة بحوالي 117 مليون دولار بتتوقع الشركة انها تحقق نمو اسرع في اراداتها من نمو بنسبة 77% كان من 2021 vs 2020 لنمو باكتر من 300% بتتوقع الشركة تحقق اكتر من 200 مليون دولار ارادات صافية في سنة ال2022 وبتتوقع الشركة انها تحقق خسائر اقل من 2021 لكن ما رح تبدأ تحقق ارباح قبل سنة ال 2024 وطبعا ال PE ريشيو للشركة غير موجود لانه الشركة ما بتربح القيمة الدفترية للسهم حوالي 1.8 دولار وهي يعني تعتبر قيمة متدنية او يعتبر السهم نوعا ما مرتفى بالنسبة للقيمة الدفترية حجم الكاش اللي بتمتلكه الشركة اكتر من 700 مليون دولار امريكي ومدينيته الشركة 130 مليون دولار امريكي وبالتالي الشركة ما رح تحتاج كاش او ما رح تحتاج تعمل دليوش لأسهمها او تطلح أسهم جديدة او تاخد قروض في الفترة القادمة وهذا اشي ايجابي نقطة الضعف الحقيقية للشركة هي في اللي كانت مينس 3% في سنة ال 2021 لكن الشركة بتتوقع انها في سنة 2022 رح تحقق مارجنز بوزيتف بنسبة 17% والنت مارجنز رح تكون نيجاتف بدرجة بسيطة السبب بانه كل ما زادت طلبيات الشركة كل ما زاد كمية الوردرات اللي رح تعملها الشركة رح يدخل طبعا قانون البيج اوردرز في مجال حسبة الخسائر والارباح وبالتالي الشركة ممكن تنتقل للربحية اذا انتقلنا لمستقبل البيزنس واهم المنافسين ففي البداية الشركة اعلمنا في سنة 2022 انها خلال اول شهرين فقط ضعفت كمية الوردرز البندنج عندها من الكستمرز من 240 مليون دلر لأكتر من 545 مليون دلر امريكي وهذا دليل على ثقة المستخدمين الكتير كبيرة بجودة صواريخ الشركة صاروخ الاكترون نفذ اكتر من 26 مهمة كلها بنجاح نسبة نجاح الصاروخ قد 100% وهذا الاشي موجود عند اي شركة تانية منافسة في مجال الصواريخ الصغيرة اليوم شركة روكت لاب هي سيدة الصواريخ العاملة في المجال الصغير وسبايس اكس الامريكية هي السيد في مجال الصواريخ المتوسطة وكبيرة الحجم طبعا هذا كله رح يتغير مع طرح الشركة لصاروخها الجديد اللي هو نيوترون واللي بتتوقع الشركة تنتج منه 3 صواريخ في سنة 2024 ورح تستغل الشركة النقص اللي رح يصير في السوق بسبب توقف التعامل مع شركات الصواريخ الروسية وبالتالي صاروخ فالكون اكس 9 رح يكون منافس لصاروخ نيوترون اللي رح تطرح الشركة وبتتوقع الشركة انه بتداء من 2024 تحقق ارادات كبيرة بسبب رحلاتها للمريخ ورحلاتها المتكررة للفضاء وقيامها اصلا بتصنيع حتى الاقمار الصناعية اللي بيستخدموها زبائنها وبتصوق شركة روكتلاب نفسها على انها البديل الارخص لسبايس اكس لكل الشركات الراغبة في اطلاق الاقمار الصناعية او المهمات للفضاء اطلقت الشركة اكتر من 112 ساتيلايت للفضاء ونفذت مهمات كتير وبتتوقع الشركة خلال السنة الحالية انها تنفذ مهمة مع ناسا لاكتشاف القمر وبتتوقع الشركة كمان انها هتبدأ تستخدم هلكابترات خاصة بانها تمسك الجزء الاول من الصواريخ عشان تقدر تعيد استخدامها مرة تانية بعد عملية الاطلاق اليوم القيمة السوقية لشركة روكتلاب هي 3 مليار وشوي قيمة سبيس اكس واللي هي اكبر الشركات في المجال بتتجاوز الـ 100 مليار دولار وهي لسه شركة غير مطروحة في سوق الاسهم وبتوقع المحللين قيمتها انها تتجاوز تريليون دولار مع الوقت لشركة سبيس اكس فاذا كان مجال الفضاء كبير لها الدرجة وروح يقدي لانه شركة زي سبيس اكس تربح ارباح هائلة بهذه الدرجة قديش فرصة روكتلاب بانها تكبر وتربح في هذا المجال خاصة مع الجودة العالية لصواريخها عشان هيك رأيي الشخصي بخصوص شركة روكتلاب هي انها استثمار مناسب للمستثمرين اللي حابين ياخدوا مخاطرة ويستثمروا للمدى البعيد ويستفيدوا من النتائج والارباح اللي ممكن تترتب على توسع مجال الفضاء السؤالي لكم في نهاية الحلقة هل تتوقعوا ان روكتلاب بعد 10 سنين ستكون قيمتها حوالي 100 مليار دولار زي مثلا قيمة سبيس اكس اليوم نعم او لا وليش جاوبوني في الكومنتات ولا تنسوا تشتركوا في قناتي ورح اتابع سئلتكم واجاباتكم وارد عليها واحد واحد واذا اعجبتكم الحلقة اكبسوا لايك عليها وشاركوها مع اصدقائكم ويعطيكم العافية